بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعد وبعد فهذه قراءة لأرجوزة في أداب القهوة من نظم العلامة أحمد بن أحمد العناياتي المتوفزة 2014 من نجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله نفعنا بعلمي أمين فدت كروحها كدر الأدبي في قهوة كالمسك بل كالذهبي جاءت على خد المدام شامة وشاركتها في اسمها علامة قد نشرت من عنبار مطارفة تعرفوا بالمسك الذكي العارفة بلالها لها أقام ذكرى فأسمع البر بها والبحرى جاءتك في ملابس الخلافة فظهرت وأخفت السلافة فمرحبا بالمقلة السوداء وليلة الوصل بلا خفاء لأنت في منزلة السويدة في قلب من صيرته عبيدة كأنما أنظر منها خالة ولعسا بين الشفاه سالة كأنما جبينها والسبجة غرة صبح تحت أذيال الدجة كأنها في حالة الغليان تجعد في أوجه السودان حفيظة على الدجة أمينة ترى العدى بمقلة سخينة ما قال من قبل جهرا فاها من ألم الحدود يوما آها أعصيت فيها لا حيا سفيها ولم أزل طوع الصديق فيها قد خسف البدر ليحكي وجهها والمسك أغلى ما يكون شبهها كأنها من قبل أن تحمص وقبل أن تطحن شبها مخلصا فيروزج من ذهب في عنبري كأخضر في أصفر في أسماري تكنس من بيت الجسوم بلغما لو أن بقرة رآها أحجما لو أن بقرة رآها أحجما عدوة الباسور ما تراه إلا وسيف طبعها براه تجمع بين الحب والمحبوب كأنها من حبة القلوب حاناتها دخولها مباح ليس على داخلها جناح قد أجمع الناس على تحليلها كثيرها في الشرب أو قليلها حل أبو الفتح الإمام المالك شاربها في أفسح المسالك وحلها إنسان عين مصر في الصدر مولانا الهمام البكرين وجلة من علماء العصر قد شريبوها في العشى والفجر وظل فيها معشر وخبطوا وللشفى حلوا بها ما ربطوا ورجعوا عن منهج الغواية ورجعوا عن منهج الغواية ودخلوا في طرق الهداية ورجعوا عن منهج الغواية ودخلوا في طرق الهداية ومعشر قد صححوا جهالة بالقول في تحريمها ضلالة وحسبوها أنها تخل بالعقل لا والله بل تجل وجعلوها تجلب السهادة وخيلوها تطرد الرقادة فيحسب الشخص لخفة الجسد بلطفها أن المنام قد شرد لا يعرفون لذة المطالعة ولا يرون الشمس وهي طالعة لنوم أجسامهم المكتفة كأنما عظامهم مكنفة ومعشر جاءوا طريق أخرى والشرب بالإبرق قالوا أحرى قالوا بأن الشرب بالمناولة كالخمر واهل لو صفعت قائلا فقل له يا أحمق البرية مرجع ما ذكرته للنية فقل له يا أحمق البرية مرجع ما ذكرته للنية قد ذكرت مقالة وفية فاستقرها في الكتب الفقهية والآن صغ النفس للوصف الحسن في قهوة الأستاذ أي أبي الحسن ترى على شربها وقارا وما أتى من يحتسيها عارا ما أحرقت إلا شقاء السقم من مغاص وثقل وبلغم ما أحرقت إلا شقاء السقم من مغاص وثقل وبلغم إن كنت صاح عاشق النصاح فلا تمل عن شربها يا صاحي أدخل إلى القهوة بالسكون واجلس جنوس العقل الرزين فإن أتاك المسك في الزناد يضوع الند بكل نادي تناول الفنجان باليمين فإنها من سنة الأمين صلى الله عليه وسلم ولا تعاطي من يليك حتى تكون منها ثلثها شربتا فعاطيه بعد فتور حرها تأمن على شفاهه من ضرها فربما رفعتها إليه ملآن تبددت عليه فانقلبت حسناك بالإساءة وضر ما فعلته وساءه وإن رأيت صاحبا من بعد فلا تشير بالرأس لا واليد لأنه مشتغل بصحبه في ذلك الوقت فلا تصحبه فربما توهم شخصا عنده أن إشارتك كانت قصده فربما توهم شخصا عنده أن إشارتك كانت قصده فتحدث الخجلة في الاثنين فغض عن ذلك طرف العين هذا كلامي إن دخلت مفردا وإن تكون في الدخول عددا إياك أم تبدأ في حكاية باردة فإنها نكاية ولا تشه بينهم طعاما ولا تقل قهوتهم مثلاما وإن تريد تخرج حق القهوة لا تبذر الكيسة لتبدي ثروة فإنها سخافة وخفة وتركها كياسة وعفة ولا تقل قوموا بنا ولا تقل لهم إذا قاموا قعدوا ولا تقل عند فلان قهوة مليحة فإنها مذمة صريحة وإن يكون في قهوة غناء وآلة مع عنهم غناء لا تجلسوا بالقصد في مكانهم لتأمنوا العثرة من لسانهم ولا تسألهم اعملوا عشاق ولا حجازا لا ولا عراق فلن ترى أحلامنا البست صدف فإن أهل الفن عندهم صلف فربما لم يعملوا ما قلته ولا رأوا ذاك الأوان وقته فربما لم يعملوا ما قلته ولا رأوا ذاك الأوان وقتا فقد خجلت ثم فاتك الطرب وربما عديتهم بلا سبب ولا تصفق بينهم فتخرجا ولم يكن من ذاك قط أسمجا ومن يقول أحسنت للمغني من قبل أن يخلص ليس مني وإن تكلمت إذا تغنوا فليس في عقلك وإن تكلمت إذا تغنوا فليس في عقلك إلا وهنوا وإن تركت في الثران عليك أخلفها الله إذا عليك وإن تركت في الثران عليك أخلفها الله إذا عليك كم بدلوا جديدة عتيقة وقد غدت من رجله عتيقة وكن حليما إن رأيت زل كما علمت فالكمال لله عمدا له في باطن وظاهر منه له في أول وآخي عمدا له في باطن وظاهر منه له في أول وآخي الله صلي وسلم وبرك على النبي محمد بعد خلقك وإن تركت في الثران عليك وإن تركت في الثران عليك نجي من كل ضيق فأنت إلهنا مولى جميع وهابلي في المدية المستقرر ووزقا ثم دفنه البقيع وفلي ويوالديا ولمشايخ والمسلمين آمين